من العنوين للتفاصيل التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح رئيس اللجنة العسكرية الطبية الدكتور عبدالله السماوي وأعضاء اللجنة للإطلاع على أحوال الجرحة من المقاتلين الأبطال وجهود اللجنة في هذا المجال واستمع نائب الرئيس لتقارير عن مستوى إنجاز اللجنة وما تحقق في إطار تنفيذ التوجيهات الصادرة في لقاءات سابقة والخاصة بالاهتمام بجرح الجيش الوطني مؤكدا على ضرورة بدل أقصى جهد في الرعاية الطبية والاهتمام الصحي بالأبطال الذين ضحوا بدمائهم في سبيل أمن اليمن واستقراره ونوها إلى أن تضميد جراح هؤلاء الأبطال ومداواتهم هي أولوية قصوى لقيادة الشرعية وبقيادة فخامة رئيس الجمهورية وتقديرا لنضالاتهم وتضحياتهم في ميادين البطولة والشرف وما قدموه لأجل أمن اليمن والمنطقة ومستقبل الأجيال القادمة من جانبهم قدم رئيس وأعضاء اللجنة تقاريرهم الدورية والإحصائيات الخاصة بالجرحة وجهودهم وجهود مداواتهم سواء في الداخل أو في الخارج وعبروا عن تقديرهم لاهتمام نائب رئيس الجمهورية ومتابعته المستمرة لأوضاع الجرحة